في عهد دعلي بن فليس إذا صار رئيسا قد نسمع يوما بأن القاضي الفلاني فتح تحقيقا ضد الوزير ضد رئيس الجمهورية وكيف لا أذهب إلى أكثر من هذا تعرفوا إيش داروا في تتعاهد بهذه سعلي بن فليس أتعاهدوا أمام الشعب الجزائري نعم هاو كيفاش نتعاهد ما وش نقول لك نديرها ونخليها مغمومة الامتياز انتعى التقاضي قال لك الرئيس الرئيس الجمهورية لك أن نحب نحكمه المحكمة العليا للدولة نص عليها قانون 96 وبقيت وهم عمري ما تنصبت كي جاء الرئيس المخلوع ضرب النحا عليها نحاها من طابلة أنا انتعاهد أمام الشعب الجزائري الامتياز تعالى المحكمة هذه ما تنصبتش ما تكونش محكمة الرئيس الجمهورية إذا أخطأ وتجاوز الحدود وارتاكب جرم يتحاكم كسائر الشعب الجزائري كي هو كي الناس أكثروا من ذلك الوزراء قال لك عندهم الامتياز التقاضي الناحي الامتياز على التقاضي واللي يتحاكمه كسائر الشعب نزيد لك حاجة النواة بتاع البرلمان عندهم الحصانة البرلمانية وقتها نعطيها لهم كاملة غير منقوصة فدو السوري نقترحه على الشعب الجزائري وقت المدولات ووقت العامل في البرلمان تخرج البراء أراك شعبي كي ما الشعبي إذا غلطكي الشعب تسليكي ما الشعب هال الامتيازات كل نحيها كي تقول لي في السؤال متاعك إذا كنت رئيس هال القاضي يقدر يتبع وزير نحيت الامتياز ليحرم القاضي من متابعة متابعة الوزير كمتابعة أي إن كان طيب